شارك سعادة الدكتور عبدالله بن زايد الآن والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية ومعالي السيد أنتوني بلينكن وأزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وبحث الوزراء خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة والسبل الكفيلة بتوطيد التعاون والتنسيق المشترك تجاه التحديات الإقليمية والعالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء في أعقاب الاجتماع مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه عزم دولهم على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك للعمل معا من أجل تعزيز جهود السلام وحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكافحة الإرهاب وتمويله وتعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار في إطار مبادئ التسامح والتعايش والتضامن من أجل خير وصالح جميع شعوب المنطقة وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال المؤتمر الصحفي إن مملكة البحرين لطالما كانت مقتنعة بأهمية السلام والحوار والتعايش والاحترام المتبادل وهي مبادئ تنعكس وتتجسد بالكامل في رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والسياسات التي نفذتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال وزير الخارجية إننا بحاجة إلى تطبيق المبادئ التي تقوم عليها اتفاقات مبادئ إبراهيم أي مبادئ الحوار والتعاون والاحترام المتبادل وإقامة تعايش حقيقي ومستدام وتكافل بين المشاركين وأضاف أن جزءا من هذه العملية سيكون جهودا متجددة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤكدا أن مملكة البحرين تواصل حتى الطرفين على التفاوض من أجل التوصل إلى حل يؤسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة ويحمي أمن ومصالح الجميع وأضاف إن مملكة البحرين عملت على تعزيز علاقاتها مع إسرائيل انطلاقا من اتفاق مبادئ إبراهيم وتوسيع أفاق التعاون المشترك حيث أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون في جميع المجالات واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن هذا الاجتماع هو خطوة مهمة في تعميق وتقوية هذه العلاقات الثنائية وأيضا في توسيع التعاون متعدد الأطراف والاعتماد المتبادل بين بلداننا أنضم إليكم اليوم ممثلا عن مملكة البحرين الدولة التي لطالما كانت مبنية على السلام والحوار والتعايش السلمي واحترام الآخر الذي يعكس رؤية جلالة الملك المفدى والسياسات المتبعة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا اللقاء جاء في وقت مهم ليكون فرصة للبناء على الاتفاق الإبراهيمي التاريخي الذي وقع في عام 2020 ليفتح مجالا واسعا لتنمية المنطقة وازدهارها وأمنها وصالح مواطنية ورؤية الوزراء والتعايش السلمي